بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد مخاتم النبيين وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين أحبة المشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة أينما كنتم طبتم وطابت أوقاتكم تقبل الله أعمالنا وأعمالكم أحييكم أحبة أجمل تحية وألتقيكم في هذه الوقفة الجميلة مع مدرسة كبيرة من مدارس قراء العالم الإسلامي ضيفي في هذه الحلقة في برنامجكم القرآن برنامج حرية القرآن نجل القارئ الكبير الشيخ الشحات محمد أنور إنه القارئ الأستاذ الشيخ محمود الشحات محمد أنور مرحبا بكم أستاذ محمود حياكم الله أهلا وسهلا بكم أحبتي سوف نعرض على حضراتكم تلاوة للشيخ محمود الشحات وسوف يقرأ في هذه الحلقة بعض الآيات القرآنية وأيضا سنتعرف على حياة هذا القارئ وأبيه الشيخ الشحات محمد أنور لكن بعد هذا الفاصل أبقى معنا أقدم التحية للبرنامج ولقناة الفرات القناة الحبيبة التي نحبها في مصرنا الحبيبة ونتابعها ببرامجها الطيبة المباركة وخصوصا إذا كان فيها مثل هذه البرامج الدينية التي تهتم بالقرآن وبأهل القرآن فأسأل الله لكم التوفيق في خدمة القرآن إن شاء الله دائما فأنا أريد للقارئ الشاب أن يفهم يفهم ما يقرأه ويشعر بما يقرأه ليعرفوا أن القارئ لا يولد كبيرا ولكنه ينمو ويكبر ويكتحد ويأخذ من خبرات الآخرين ليضيف إلى خبرته أن هذه المدرسة يسمعها العامة والمتعلم والمتعلم أكثر يعني كل فئات الناس تسمعها أشكركم يا جسد حسنين وإن شاء الله أتمنى لكم التوفيق في خدمة القرآن وفي استضافة أهل القرآن لأنهم خير جريس وخير أنيس القرآن أرحب بكم من جديد أحبتي المشاهدين نبدأ حلقة اليوم من برنامجكم القرآن برنامج حلية القرآن مع تلاوة ضيفي الكريم القارئ الشيخ محمود الشحات محمد أنور تفضل الشيخ محمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قل الله 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 نعم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجاء والضحى والليل إذا سجاء ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِي مَنْ فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدًا وَوَجَدَكَ قَائِلًا فَأَظُنَّا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فتوضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فأضنا فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك فأما اليتيما فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضغنا عن كون شكرا